السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. نقدم لك برنامج كشير كامل متكامل. ما فيش اي مشاكل فيه. تمام? والبرنامج مفتاح المصدر ممكن تعدل عليه براحتك باي طريقا كان. اول حاجة انت عاوزت تغيرها مسلا انا عندي ايات البيانات بتاعتي لو انا حبيت اغير بيانات الشركة تمام. من هنا بضغط على بيانات الشركة بتبدأ تظهر لي البيانات بتاعتي. مثلا مكتبة البدر ممضوح عبد الرحمن جنينة ممكن اكتب ايه مكتبة البدر. ماشي كان اقول ايه عادل ممضوح. مثلا herkadel. تمام? واغير البيانات بتاعتي تمام? والاجه اقول له البيانات بتاعتي تمام وهو الزبتة غربية تمام? وما اغير رقم التليفون والرقم الدريبي والبيانات اللي موجودة عندي في النموذج. اقول له ايه تحديث خلاص انا مجرد ان انا بحدث خلاص ظهر عندي اوات مكتبة البدر ممضوع جنينة واجأ في الفلس عندي اوات النموذج ببين معي بكل سؤال. طبعا انا هنا اه الاصناف الاصناف مجرد ان انا بطع الاصناف بيظهر لاخر صنف ان انا المفروض اشتغل عليه ممكن اقول له رقم اربعة تمام? واجأ اقول له اسم الصنف هنا ممكن ايه زيت. اقول له مثلا زيت شاء. اولا املة تمام. واجأ اقول له سعر الشرة مثلا خمسة وخمسين. وسعر البيع اقول له مثلا خمسة وسبعين. واجع اقول له سعر الجملة بتاعي سعر الجملة اللي انا هبيع بيه جملة ممكن ابيعه بايه 72 تمام? والحد الادنى لازم يكون الحد الادنى بقول له مثلا ايه خمسة وعشرين تمام? بواحدة القياس ممكن تغيير من هنا علبة عبة متر طول. اي اي ممكن اقول له اي علبة. تمام? واجي تاريخ الانتهاء. لو اه تاريخ الانتهاء ممكن اقول له انتهاء. اقول له ايه في يناير. بس اقول له هنا كده. اخش told ايه? شهر مسلا ايه? واحد وثلاثين عشرة. تمام? وطبعا بقول له الكمية الايه الموجودة, انا كتابة الكمية الموجودة عندي ممكن اقول له ايه خمسين. تمام? واعمل ايه اضافة صنف. ممكن حطى صورة للمنتج. تمام؟ ممكن هنا ممكن تحط صورة للمنتج بتاعنا. بيبدأ بعد كده اول ما بدوس عليه. بعد كده بيدي لك رقم صنف تاني. ممكن اقول له رقم خمسة. ممكن اغير. يعني ممكن اغير. اقول له مبدل الاربعة. اقول له مثلا عن رقم الصنف ده انا عايز اكتبه. اقول خمسة ابتدائي مسلا. واجا اقول له عندي سعر الشراء خمسة وسبعين. ممكن اقول له سعر البيع خمسة وتسعين. واجا اقول له سعر الجملة عندي هنا هيبقى تسعين. والحد الادنى عندي يكون مسلا منه ايه? خمستاشر كتاب. واجا اقول له هنا علبة او حبة او كتاب او طن او تبع البيانات اللي انا موجودة عندي. اجا اقول له هنا تاريخ الانتهاء. واجا اقول له تاريخ الانتهاء من هنا. اقول له تاريخ الانتاء. مسلا الكتاب ملوش تاريخ الانتاء فما بحطوه شيء. تمام? في هنا طبعا اجي اقول له هنا عندي الكمية الموجودة. تمام? اقول له ايه? عندي تلاتاشر كتاب منه واعمل اضافة صنف. لما بعمل اضافة صنف بيبدأ ايجي يكشيلي على صنف جديد. يبقى انا كده عرفت ان انا ازاي بكود الاصناف وممكن اقول له الاول والاخير والتالي والسابق وبيبدأ عندي الفالتراه بين كل البيانات. وممكن ابحث من هنا. اقول له كتاب. تمام? واجه ابحث مثلا اقول له بحث عن كتاب. ايقوله مسلا ايه البيانات بتاعته. واجه قفل. تمام? انا ادخلت الاصناف وادخلت بيانات الشركة. هنا ايه? بحث عن الاصناف. ممكن ابحث عن اي صنف انا آآ جبته او قوته هنا في النموذج. ممكن اقول له كتاب. قال له كاف. يديني كتاب ويديني ايه كتاب الاضواق. ويهي قطر النادر. لو كتبت له شامبو. هيبدي ايه? هيقول لي ما فيش عندك شامبو. لو كتبت له زيت. طبعا هيبدأ لك زيت شعر ام لا. وسعره وسعر البيع بتاعه. آآ باجي بعد كده فطورة البيع. بيع فطورة. انا ببدأ ابيع فطورة هنا في ايه? النموذج بتاعي. خلاص. باجي بقى اقول له مسلا انا لو عاوز اعمل صنف جديد او بحس او بحس. تمام? او حفز او السابق او التالي. اي اي انا عايز اخش التالي مسلا. هبدأ اخش على التالي. لو في التالي اهوات. بيبدأ يخشيلي على بيانات الفطورة جديدة. اجا اقول له مسلا الصنف رقم واحد مسلا. صنف رقم واحد. هيقول لي هنا سكر. اقول له الكمية. انا عاوز ايه? هنا خمسة اه تلاتة مسلا. اجا اقول له تلاتة. والسعر بيجي لي السعر وبيجي عند الاجمال. اقول له مسلا هنا رقم تلاتة. تمام? هيبدأ ايه احطي البيان بتاعه اقول له احطي لي منه ايه اربعة. تمام? اجا على الصنف اللي بعده. اقول له مسلا صنف رقم ايه خمسة. تمام? هيبدأ احطي للصنف. اقول له مسلا حطي لي منه ايه ستة. تمام? انا كده عندي البيانات بتاعتي اهو. وهنا البيانات بتاعته كلها. بقول لك هنا الاجمالي الف تلتمائة وتلاتين. تمام? ايه المدفوع? لسه ما ما دفعتش حاجة. والباقي الف تلتونية وتلاتين. لو في خصم مسلا انت قمت خصم اتنين فىCI تمام? وخلاص كده يبقى اتنين وخلاص لهو في دريبة مسلا انت خطلو اتنين. تمام? يبقى عندك ايه الصافي الي عندك يبدى ايه يشتعل عندك يقول لك ايه هنا الف تلتمية والتلاتين. اقول له مسلا المدفوع هنا الف وتلتمية. لو انا قلت له الف وتلتمية. يبقى الحساب الفاضل هنا ايه تلاتين جنيه. يبقى هنا فاضل تلاتين ايه جنيه. لو انا قلت له الف وتلتمائة وتلاتين. الف وتلتمائة وتلاتين. تمام? هيبدأ يقول لك ايه? ان هنا ما فيش باقي فلوس. لو انا قلت له الف تلتمائة وخمسين. تمام? ايه الف تلتمائة وخمسين. اهو. هيقول لك ان في عشرين جنيه. في لك ايه? عشرين جنيه كده ايه? ايه موجودين عندك في ايه? في الفلسك. يبقى انا قلت له هنا الف وتلتمائة وكام? تلاتين. يبقى انا قل له ده الحساب الناعة? مثلا اقول له بحس عن صنف بيبدأ يمقى نصنف من ايه من الفطورة بتاعتي? ايه صنف جديد لو انت عاوز تضيف صنف جديد باجه اقول له مسلا رقم ستة واجاته ايه ضيف لي صنف جديد مسلا اقول له ايه شامبو كلير. تمام? اقول له شامبو كلير. تمام? اقول له تعالي هنا سعر الشرا الخمسة واتمانين. وسعر البيع اقول له ايه مية. تمام? وسعر الجملة مسلا اقول له ايه ستة وتسعين. والحد الادنى من البيانات دي اقول له ايه تمانية وتسعين. واجه اقول له هنا علبة او حبة او كيلومتر زي ما انت بتختار. وتاريخ الانتهاء. اجه اقول له تاريخ الانتهاء. ده هينتهي مسلا في الفين خمسة وعشرين. تمام? اقول له في الفين خمسة وعشرين. واقول له ايه? عندي منه ايه? ميتين. ميتين ايه? الكمية عندي موجودة متين. يقول له ايه اضافة صنف. خلاص اضافة صنف. اضاف صنف رقم ستة. وبدأت البيانات بتاعتي تظهر بكل البيانات كل ايه الموجودة عندي. وعدد الاصناف عندي estemهوات موجود عندي في النموذج. اقول له اقفل. تمام? يبقى انت عرفت البيانات بتاعتي اهوات ايه بكل سهولة. لو انا عاوز هنا اعمل استعراض هيستعرض لي الفاتورة بتاعتي اهوات موجود زي ما هي موجودة ايه عندك كده. تمام? وهنا طباعة. اقول له الطباعة. برضو هنا ايقول ل ايه طباعة وديني البيانات بتاعتي كهوات بكل سهولة. تمام? اه اعمل له حفز. هنا حفز. بعمل حفز. خلاص. هنا لو حفز وطباعة. هنا. بدي لك حفز وطباعة كمان. بدي لك كهوات. بدي لك رقم المسلسل بتاعك. بدي لك رقم باقي الفاتورة. والبيانات اللي فيها. والاجمال والبيانات قهوات والصافر والضريبة. وبدي لك ايه البيانات بتاعتك ايه بالكامل في النموذج برنامج سهل وبسيط وهنا بدي لك الوقت وبدي لك التاريخ ورقم الحركة اللي انت شغال عليها بكل سهولة البرنامج مفتوح المصدر برنامج مفتوح المصدر وشغال معك مدى الحياة تمام وهنحدث فيه بعد فترة برضو ان شاء الله يكون برنامج كامل متكامل لكن هو كده برضو شغال وتقدر تشتعل عليه في اي بيان انت محتاجه او اي اي شركة او اي عندك محل او اي مكتبة تقدر تشتغل فيه طبعا البرنامج مجال للواجه اللي هي بكريم تمام وبتمنى بربنا يكون وفقنا في شرح النهاردة وان اي حد محتاج اي حاجة يكلمنا واحنا هنعملها شكرا لحضرتك